وحصل مشاكل موجود في مهند السفقات في النادي الاهلي يعني او مسجد تعاقلات في النادي هيتعاقل مع بنشر اسألني السؤال بطريقة تاني وانا هجاوبك علشان انا الوقتي ما خلاص الاعلانت اللي اعتجا لا انت موجود داخل السفقات داخل مجرد النادي لا لا يعني انا قلت ان خلاص بنهاية التوترو دي انته يعني مش ناوي استمر في النادي بعد التكريم ده برائي بتليفون برائي بتاعي كده كرائي يعني لو كابتا محمود الخطيب طلب منك يعني انا استأذنتي انا باستأذنتي يوم ما كرمت استأذنته على الهواء طيب يا كابتا سيبني بقى شوية مع الاعلام وانت ميت فله والدنيا ماشى معاه حلوة وعنده الكوادر الجديدة اللي تعمله واذا طول مني رأيه حعمله واذا طول مني اتصال حعمله لكن مش ضروره يبقى لي منصب يعني انت كنت بتقولي ايه الاستشارة شبت وشبت لك اتوترت لا 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 قلت لك لو بنشرق متاح اللي انت تجيبه انا اتمنى السقبة كبيرة قبل يعني فكرة ان مين بدل مين ومين يعوض مين ما بقاش ده السؤال انت حتتفع مبالغ خلاص في الناس اللي الاسماء اللي بتقولها دي المبالغ دي تجيبلك ايه حدي انا اتمنى يعني ان تكون اختراراتنا بتاعتنا مكتوبة باسمنا انا دي الاهلي اخطأ في حاجة فيما يخص ملف عبدالله الصعيب من وجهة نظر دا اللي خالص لا لا الاهلي مخطأش لانه هو كان ناس بتقول ما خلاص بقى مضالك ما يكمل مين مختق حسبة الكابتن ما فيش حد مختق دي وجهة نظر الكابتن عبدالله بطبيعته لا حسباته الشخصية هو الارقام اللي اتعرضت عليه انك وقتها الشنطة فيها 40 مليون جنيه ممكن اي واحد كان يحسبك بطريقة تانية الله اعلم لك انت اتمنى فيه فرق انك تتمنى ان كل الكبار اللي هما اتحولوا الى رموز يبطلوا في النادي الاهلي انا بابقى غيران اوي لما رامز يبطل برا النادي الاهلي مم ما جتلكش فكرة كده ممكن اتفاجئ في مجلس الادارة يستعينوا بي يعني مسلا حضرتك ماشي كنت موجود برنامج في قناة النادي الاهلي بس خبرات الادارية موجودة مشاكل ربط الاندي اتكلمتوا فيها من زي ما مع الكابتن حسن كان ايدك في المطبخ زي ما اتكلمنا في اليابان كنت موجود تسويش شكل هناك مختلف فيه احترافية الكلام ده لازم يترجم لانا ابقى ليه مقعد في مجلس الادارة ما احلمتش بيها ما احلم بيه ما قنات عدود مجلس الادارة ما انا بقولك ان لو استمرت ما كنت لو كنت قررت ان اخد السكة دى كانت احلمة هتوبقى في حيثة التانية انا انا رئيسة ابقى رئيسة وأنا كنت شايف أن المطبخ أحياناً يعني لا يقل أهمية عن صانع القرار لأن صانع القرار محتاج حد ينفذله بالطريقة اللي هو عايزها وانس عبد البكعي 2017 الانتخابات الأخيرة أنت اتمنعت من التصويت مش اتمنعت أنا فجأت أن اسمي مش الجامعية العمومية أنا وكابت الخطيج كان حقيقتها اللي ما فيش مش وقت الانتخابات لا في الجامعية اللي قبليها مش في الانتخابات خلاص بقى أعملنا كل الحاجات اللي ما تخليش حد يقول لنا ما ينفعش عشان كده خدت موقف من وجهة نظرك ولا هيك هتقناعك لا 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 موقف مع الخطيب لا لا على فكرة موقف مع الخطيب ملوش دعوة خالص أنا كنت بحارب في حتة وقت القناة وإحنا كنا يعني وقتها حتى تكلمنا مرة أنا قلت لك أنا كان كل كلامي على لايحة النظام الأساسي أنا كنت كايف منها جدا بالطريقة اللي اتعرضت بها وبالطريقة اللي تصوت عليها بها أنا ما كنتش حابب نيبقى في مقرين ويوم هنا ويوم هنا ما كنتش حابب أن تبقى الجامعية العمومية ملهاش رأي في خصخصة كرة القدم وإنشاء شركة كرة القدم إزاي أعرف إنه Daily 1 Sarah